دلوقتي يعني نستقبل مع بعض تليفون دهب هي معانا دلوقتي دهب يا دهب أيوة أيوة صباح الوردة عليك صاببتي بصي طبعا يعني أنا أنا سعيدة بك جدا وأنا بتشرف أن أنت معايا على التليفون دلوقتي ومتشرفه بأستاذ محمد وبشكره جدا أنه هو يعني كان صاحب يعني أنه يلقي على قصتك الإنسانية الجميلة لكن أنت معزتك زادت عندي أنا شخصيا أكتر علشان موضوع الكلاب والحيوانات بصراحة لأنه يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يحفظك يعني أعتقد أوليدي أبوسي محمد فاتحي ده قلب أخته ده حبيبي ده حبيبي والله ربنا يبارك له يا ربه بصحته ويبارك له في ابنه لأنه بني قدم بتعامل على المستوى الإنساني مش على مستوى أنه هو بيعمل شغل خاص به فقط وبيزنس كل واحد فينا بيحب أنه هو يشتغل ويبدع في شغله لكن محمد فاتحي بتعامل معي أنا كدهب وشغله هو أصلا بس أنا عرفت طريقة شغله وحبه شغله عن طريق فيديو البتاعي أنا أنه هو ركز على الحاجات الإنسانيات اللي مش اللي بتوجع ذهب أو بتوجع الناس لا هو بدأ يوري للناس إيه وراء وقف الدهب في العربية دي ما تفتكروش أنه مجرد واحدة وقفة خلاص لدي عندها مواجع وعندها لحظات إنسانية عندها شوية رحمة بالكلاب اللي موجودة في قلب الممر فمحمد ربني بارك لك يا ابني يا رب ويفرحك ويدبورك ويسطورك يا قلب أختك أنت شايفني محمد أنا مش شايفك يا محمد أنا بني 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 كتليفون يا حبيبي ربت عليها يا محمد بتقولك مش شايفك لأنه بينها وبينك التليفون يا مش شايفك على الشاشة آه يا حبيبتي معلش سلم عليك سلم عليك سلم عليك يا حبيبي تقلبي منال ليه بتحبي الناس تقولك ذهب وما تقولكيش منال؟ أصلا أنا بصي أنا طلعت على ذهب أنا طلعت على ذهب الفيما سلم دوت اسم الشهر اللي تولدت فيه الثلاث بيه وتندع علي بيت من أول ما عين فتحت على الدنيا لحد ما اخترت المشروع بسائلين اخترته بعد فترة كبيرة من التفكير والتعب والمبهود فمش هيفع يتقلف وسط الشرع منال لكن لو دهب هيتفهم وهيتحس أكتر وقبيني وبينك أنا قلبي ميال لدهب لدهب شئت كتير قوي 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 فوم التخيالي طبعا وكان معاها رحلة صغر طويلة طبعا فمعني منال بقى دي لسه يا قلب أمها لسه هتطلع بس هي مستخبية جوه دهب ايوة هتفضلي مخبيها كتير علينا؟ لا 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 خالص يا أولاد أنا هفرحك وأقسم جديد طب بقول ايه بقى يعني منال أو دهب دهب خلاص ظهرت قدام مصر كلها واتكرمت من سيادة الرئيس الإنسان قوي 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 عبد الفتاح السيسي اللحظة دي شعورها ايه بالنسبالك؟ بص هيه أقولك على حاجة أنا كانت فرحتي كبيرة جدا 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 والفضل ليك يرجع يا محمد يا فتحي والفضل طبعا للناس سبحانه وتعالى ثم داوت أمي الله يرحمها وبعد كده بيجي محمد فتحي قلب اخته والنخرج الجميل كريم الشناوي اللي عمل الفيلم وبرضه لمس في إنسانيات سلم البطل كل يوم عايز أقولك ان دا التكريم داوت فرحني وفرح كل أبطال الفيلم لاني عارفة يعني ايه تتكرمت بلدك طبعا عارفة يعني ايه رئيس دولتك ولا فيك من الوزراء والشكومة والناس العادية بتتفرج عليك والإعلاميين والصحفيين والجمهور الطبيعي بيبقى ان هو تتصور معاك اتعاليك نجمع انت وانت بتتكلمي على فكرة بنعرض التكريم دلوقتي وشايفينك وانت الموارى كده المسرح والرئيس بيستقبلك ويعني حاجة جميلة جدا جدا انا الرئيس سيبت رئيس كان بيامل معايا مدعبة كده بيقولي تب يلا خشي وش نفسك تكوني موزيعة يلا خذي منها المايك وتكلمي يلا وتقوله بإذن الله ان شاء الله وراهيب يا رئيس والله يعني انت تستهلي كل خير الحمد لله يا حبيب وحافظي على جمالك في هتة الحيوانات دي حافظي عليها جدا جدا الحيوانات لا حول ليها ولا قوة صحيح دول كائنات ضعيفة صحيح انت او انا او اي حد بيقدر يقول انا جعان انا عاوز اشرب انا انا تعبان الحيوانات يعني بياخدوا منك ايه الا شوية عظم الا شوية اللي ما تبقى منك وسواء كله منك او ما تلوش وما في الاخر بيشبوكي مش بيشبوكي المصلحة بشكورت جدا جدا بشكورت جدا جدا يا ذهب ويعني شرفتين ونورت الدنيا كلها وربنا يا رب يحفظك ويوفقك ويحققلك يعني كل اللي نفسك فيه ونشوف منال بقى مش مفروض دي تبقى بداية منالة محمد واحدة تظهر الجدع